وثائق سرية كشف عنها موقع The Intercept الأمريكي أكدت وجود سرقات معدات عسكرية حساسة في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والسورية كالصواريخ والطائرات المسيرة مضيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية قد لا تكون ملمة تماما بحجم ما جرى من سرقات تتعلق بمئات آلاف الدولارات من المعدات العسكرية المخصصة للقوات الأمريكية في العراق وسوريا ما بين عامي 2020-2022 بحسب تحقيقات أمريكية الموقع الأمريكي بيّن أن الخسارة الأمريكية جراء هذه السرقات كبيرة ووصلت إلى نحو 480 ألف دولار بعد تأكيد المحققين العسكريين في شباط الماضي بأن 13 طائرة عسكرية مسيرة سرقت من منشأة أمريكية في مدينة أربيل هذا فضلا عن قاذفات صواريخ تم سرقتها من قاعدة عسكري أمريكية في بغداد يضاف لذلك سرقات أخرى وقعت في سوريا الموقع الأمريكي كشف أن القواعد الأمريكية في العراق وسوريا موجودة في إطار تنفيذ مهم ضد تنظيم داعش إلا أن الخبراء يقولون أيضا أنها تستخدم لمراقبة إيران مضيفا أنه منذ العدوان على غزة تعرضت هذه القواعد لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة كما تسأل الموقع الأمريكي عن كيفية قدرة الولايات المتحدة بحماية جنودها في وقت لا تستطيع حماية معداتها العسكرية من السرقة الموقع ضاف أن المحققين الأمريكيين أكدوا أن الميليشيات التابعة لإيران في كل من العراق وسوريا مسؤولة عن سرقات الأسلحة والمعدات العسكرية التي طالت القواعد الأمريكية في هذين البلدين ما يشيب بوضوح أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط أصبحت نقاط جربي لهجمات الميليشيات الولائية التابعة لإيران لا سيما بعد العدوان على غزة في السمرار لمسلسل متاجرة الميليشيات الولائية بالقضية الفلسطينية وتبادل الهجمات والحرب بالنيابة بين واشنطن وتهران حتى لو كان ذلك على حساب العراق وبقية الدول